نرحب هنا في الستيديو بمعالي الشيخ الدكتور سعد الشثري حياكم الله أهلا وسهلا الله حييك وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من ولاة الأمور هذا العمل الفاضل الذي هو من العبادات التي يرضى عنها رب العزة والجلال معالي الشيخ المنخص أو منخص الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المجرمون وأدت إلى تنفيذ حد القتل فيهم هذا اليوم نحمد الله على تنفيذ حكم الله عز وجل في هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض وحاربوا الله ورسوله وحاربوا المجتمع بكل مكوناته وكانوا يستبحون الحرومات من الدماء والأموال ويسعون إلى التخريب وتفريق الكلمة وتخريب المرافق العامة وكذلك يسعون إلى التحزيب وجعل الناس يتعادون ويسعون إلى إفساد العلاقات التي تكون مع الدول الأخرى مع اعتمادهم على الكذب والبهتان وإغار الصدور وتبني مناهج مخالفة لدين الإسلام باعتماد التفجير والخطف والقتل واستهداف أفراد المجتمع حتى القرابة وحتى من يكلف بحفظ الأمن ورجال المرور ونحو ذلك مما يعرف الإنسان أنها مخالفة للمقاصد الشرعية التي جاء بها ديننا الحنيف ومع الأسف أنهم يتخذون الإسلام ذريعة لجرائمهم النكراء نعم الإسلام بريهم من تلك الجرائم بل الإسلام يسعى إلى استقرار أحوال أهل الإسلام واجتماع كلمتهم وتآلف أحوالهم وهؤلاء ليسوا مصلحين بل هم مفسدين ليس عملهم من دين الإسلام في شيء وهؤلاء زاولوا لإجرام ليسوا مجرد مخالفين سياسيين أو موقفين في قضايا رأي والناظر في تنفيذ هذه العقوبة يجد أنها لم تبنى على أساس مناطقي أو طائفي أو مذهبي بل جاءت بعد تمام النظر بإجراءات قضائية متكاملة من قضاة مؤهليين على درجات قضائية مختلفة وحينئذ يطمئن الإنسان إلى أن هذا الفعل موافق لشرع رب العزة والجلال السائر على ما يحقق المقاصد الشرعية نعرف فضيلة الشيخ أن حكم القتل يمر تقريبا على ثلاثة عشر قاضيا في مختلف مراحله من فضل الله عز وجل أن هذه ليس واحد أو اثنين وليست محاكم تفتيش وليست هيئة هو قضاء الله ويعني هو حكم الله في النهاية على كل سمعنا للبيان الذي أعلن قبل قليل وهو بيان مليء بالاستدلال بالنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله مما يبين المنهج الذي تسير عليه هذه الدولة الموفقة من تحكيم كتاب رب العزة والجلال وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يسير عليه ولاة الأمر منذ إنشاء هذه الدولة إلى عصرها الحاضر وهو الذي يسير عليه القضاء في هذه البلاد الأثار المترتبة على تنفيذ العقوبة هذا اليوم الصباح يرجى أن تتحقق مقاصد شرعية كثيرة منها اجتماع كلمة أهل الإسلام واتحاد مواقفهم تجاه مثل هذه الأعمال السيئة الدنيئة وكذلك نعلم أن تطبيق الحدود الشرعية نعمة وفضيلة وأن يطبق أو يقام حد من حدود الله خير من أن يمطر الناس أربعين صباحا كما ورد في الخبر وهو من المميزات التي تميز هذه الدولة المباركة وكذلك من الآثار التي يرجى أن تحصل من مثل هذا الأمر حفظ حقوق الولاية وطمأنينة النفوس أن الأحوال مستقرة وأن هذه البلاد سائرة على عزم في مواجهة أولئك الذين يريدون الإفساد ويريدون سفك الدماء ويريدون جعل الناس يتقاتلون فيما بينهم كذلك يجعل النفوس تطمئن فيما يتعلق بحفظ الأمن وحفظ الأموال العامة التي يحتاج الناس إليها وكذلك المرافق العامة وحينئذ تستقر النفوس ويتآلف الخلق ويتمكنون من أداء المهام التي تعود على بلادهم وعلى الإسلام والمسلمين بخيري الدنيا والآخرة فضيلة الشيخ وما المطلوب الفكر الذي قاد إلى مثل هذه النتائج يعني هناك وأعتقد أن هذا أيضا منهج المملكة في محاربة الفكر الضال هو تجفيف منابع في الأصل هناك عدد من الواجبات التي يجب علينا جميعا أن نلاحظها في مثل هذه القضايا أولا أن يتقرب الجميع لله عز وجل ببيان حكم الله بدون ممارات ولا مجاملة لأحد كائنا من كان وبدون خوف من أحد نحن نخاف من رب العزة والجلال وبالتالي علينا أن نصدح بمقولة الحق وأن نبين أن هؤلاء المفسدين لم يأتوا لإصلاح أحوال الناس بل هم أهل الفساد والإفساد إما من طوية فاسدة أو من جهل بحقائق الأمور ومآلاتها وكذلك يجب على الجميع أن يسعوا إلى أخبار الجهات الأمنية عن أي حركات مريبة تقع فيما حولهم عندما نجد أي تصرف ترتاب قلوبنا منه يجب علينا أن نبلغ والجهات الأمنية تقوم بالتحقق مما وراء هذه التحركات المريبة وتتحقق من الأشخاص الذين يعملون هذه الأعمال فهذا لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بالتبليغ عنه وهناك أرقام خاصة للتبليغ عن هذه التحركات يتقرب الإنسان بالحديث عنه حتى يتقرب الإنسان بالتبليغ عن قريبه من ولد ووالد أو زوجة أو زوجة حتى تصلح أحوالهم كون الإنسان يدخل في السجن وتمارس معه عمليات المناصحة ويرشد إلى حكم الله عز وجل ويبقى عدد سنين يعود فيها إلى رشده خير له من أن يفجر نفسه ويفجر إخوانه والمؤمنين ويعود على قرابته وعلى غيرهم بسفك الدم وانتهاك الحرومات كذلك من الواجب ألا ننشر الأخبار التي يقولها هؤلاء فإنهم يعتمدون على الكذب هذه مشكلة كبيرة الآن لأنه أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الآن يعني مسرح مفتوح لنشر مثل هذه الأقوية هم يعتمدون على الكذب والبهتان والتدليس وتزوير الحقائق وبالتالي يجب على كل مؤمن ألا يتساعد معهم بنشر هذه الأكاذيب وأن لا يعيد التغريدات أو الكلمات التي يقولونها مما يخالف شرع رب العزة والجلال بل يجب علينا جميعا الصغير والكبير أن نقف في وجه هؤلاء بدون مجاملة في وسائل التواصل نقوم بالتبليغ للجهات التي تقوم على هذه الوسائل كذلك من الأمور التي يجب على كل واحد منها أن يسعى إلى حفظ مكانة ولاة الأمر مكانة علماء الشريعة مكانة رجال الأمن مكانة من يقومون على الأعمال العامة والمرافق فإنهم أدوا للمجتمع خدمة كبيرة وكذلك علينا أن نساند هذا الإجراء الذي قام به ولي الأمر وأن نسعى للوقوف معه وأن ندعو له سنعود إليك في قضية أو في دور رجال الأمن ودور الشباب تحديدا يعني